مرحباً مرحباً مصقول وجهها بالدموع لا يخرج الحزن إلا هكذا على هيئته النهائية وما قيمة المعاناة التي مرت بها هذه الأسرة دون أن يعرف الناس من الذي ألحقته الميليشيات بها المقاومة فوقنا والحوثين فوقنا ونحن بقينا بالوسط تفهم؟ نحن بقينا بأن تنبي المهم فوقنا القناة القذائف الرصاص لا أرجع قالوا لي خلاص أخرجي لم تشفع لأسرة عبد السلام هزع الإعاقة الجسدية لبناته لكنها كبقية الأسر التي مورسة ضدها الانتهاك إذ طررنا للنزوح القسري من منطقة حذران غرب مدينة تعز كان الحوث يقنصوا علينا ومشينا أول يوم قنصوا بنجارنا من هناك ومشينا لبرباشة نزوحنا لبرباشة لخط برباشة وقلسنا ثلاثة أيام برباشة مننا أربع معاقات بنات وأربع سلامين وأمرت أخيه واثنين عيال وخالة أمي بس تدور تفاصيل القصة هكذا عندما كانوا يسكرون هذه المنطقة الواقعة بالقرب من خطوط التماس وعندما تقدمت الميليشيات اقتحمت القرية وهجرتهم قسرا حملت الأم بناتها المعاقات ووصلت إلى منطقة برباشة ومكثت فيها ثلاثة أيام في العراء كواحدة من أقصى القصص ألم وهنا بعد أن حصلت على مسكن بسيط التقيناها أندوني فرغة ثلاثين ألف ورقبوها طلعوا لبرباشة قلسوا ثلاث أيام ما بش من قلان منتون البنات يا ابني أرهدان أربعة معاقل هذا معاق هذا معاق هذا معاق هذا معاق ترى هم ترى حالتان لا يعرفوا يتحركوا وعلم ذا حين لما نمشيها وعلم حالته أنا قف كنت هنا في شرق المدينة أقامت الأسرة المقهورة بعد أن بادر مجموعة من الشباب ببناء منزل متواضع لهن وهو ما يسجل حكاية أخرى للتعاطف الإنساني أيضا مع ضحايا حرب ميليشيا الحوثي ضد تعز طبعا استهدفنا هذه الأسرة بالضبط لأن هنا ثلاث بنات معاقات لا حول لهن ولا قوة معاقات ذهنيا ومعاقات حركيا ومعهم أيضا طفل آخر معاق ومعهم إثنين أطفال هذه الأسرة نزحت من بين وطأة النار في منطقة حدران حكاية واحدة ربما من آلاف القصص لانتهاكة الميليشية ضد المدنيين لكنها تقود إلى شيء واحد فقط التفنن في سلب الناس أبسط حياتهم وإن كانوا لا يشاركون في الحرب فمنذ متى تفرق الجماعة الإنقلابية بين مقاتل ومسالم حمزة أمين قناة بلقيس تعز 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 تعز